يا أهلا بحضراتكم حلقة جديدة من رقم عشرة ساعات وينطلق الدوري بتاعنا الدوري اللي بنحبه الدوري اللي بنستناه الدوري اللي بكل حاجة فيه حلوة أو وحشة بنحبه قوي قوي خد بالك في كتير من جرانا أو حتى من دول كتير في العالم ممكن الدوري بتاعهم ما يبقاش أم حاجة يعني في دول الدوري بتاعهم الدوري المحلي مش هو الأهم الأهم مثلا إحنا نتبع الدوريات العالمية لكن إحنا في مصر هنا مع كثير 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 من النواقص وبعض المشاكل نفضل نحب الدوري بتاعنا نفضل نعشق الدوري بتاعنا نحب مباريات الدوري بتاعنا وعلشان أبقى أمين في كلامي عندي بعض التحفظات عن مواسم سابقة زي حضرتك بالزبط شايف إنه فيه نقصان في حاجات المفروض تتكمل لسه موجودة شايف إنه فيه أخطاء حصلت ووارد إنها تحصل تاني بس الأهم إن إحنا بناخد خطوات لقدام بطيئة شوية بس بناخدها ما بنرجعش الوراء على مستوى الملاعب وتطويرها على مستوى التصوير اللي لسه محتاج شوية اللي هو النقل يعني النقل التليفزيوني لسه محتاج شوية التطوير أكتر وأكتر وأكتر بس بناخد خطوة لقدام على مستوى الهدوء في الوسط الرياضي ووسط القرى والمصري السنة اللي فاتت الأمور كانت هدية إلى حد ما عنها عن الموسم اللي قابله عشان ما حدش يقولي هكيت هدية السنة اللي فاتت لا لا ما كانتش هدية بس أقل شوية من الموسم اللي قابله من السنة دي الموسم ده عايزين نهدوء بقى عايزين نستمتع بالكورة عايزين ننبسط عايزين نبقى فرحانين وإحنا نفرج على أي مباراة لا عايزين مشاكل ولا إيه ده رب بتكلم بعضها ولا أجهزة فنية بتقلم من بعضها ولا لعبين عندهم سوق سلوك ولا عايزين مشاكل وحاجات تخلينا نطلع عن المضمون المضمون إيه؟ الكرة المصرية إنها تبقى جيدة إنها تبقى في أحسن حال إن احنا نفخر بكورتنا المصرية نفخر بالدورة بتاعنا وهفضل أقول وأكرر هي لا مزايدات ولا اللي هو إيه عشان هي بلدي والدورة بتاعنا فأنا بقبره دور المصر هيبقى هو الدور الأول أفريقين وإن شاء الله عربيا دوري له قيمة وتاريخ كبير جدا بأبناء البلد باللعيبة المصريين والأفرقاء والمحترفين اللي بيقوا فيه دوري الناس كلها تحبوا في كل المنطقة العربية في مباريات كل أفرقاء تحب تفرج عليها زي مباريات الأهلي والزمالك نفرح بالمنتج بتاعنا نخليه بس الكواليتي بتاعه الجودة بتاعته أفضل جودة ممكنة ونحط رجلة على رجلة ونقول أيوة إحنا الدوري المصري إحنا أحسن دوري بس بالشغل وبالتعب والشغل والتعب ده مش من اتحاد كورة أو من ربطة أندية بس نا الشغل والتعب ده من أندية ومسؤولين في أندية مسؤول اللي في نادي اللي بيقعد يقول أنا عايز أأجل ولا عايز أنسحب ولا عندي مشكلة ولا فيه فساد ولا 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 هنا بتبوص سمعة الدوري بتاعك الدوري بتاع بلدك الدوري اللي أنت بتلعب فيه لا أنت شريك معانا شريك إن الدوري ده يطلع بأحسن صورة ممكنة ما تبصش لنفسك بس اللي يبص لنفسه بس كنادي مثلا أو مسؤول في نادي أنت كده كده عايز مصر معانا كلنا أنت بتبقى عايز مصلحتك مفهوم معاك بس هو أنت بتدور على مصلحتك ما تقزيش المنتج بتاع بلدك المنتج الدوري المصري الدوري المحلي ده ما تقزيهوش عشان لما هيتقزي أنت كمان هيتقزيت هي كلها حاجات منفضة على بعض تخليك زاكي اللاعب اللي بيتخاني ولا اللي بيروح هي تجاوز ضد حكم ولا بيعمل مشكلة أنت بتقزينا بتقزي المنتج بتاعنا الدوري بتاعنا خلي الشكل حلو أنا بقول الكلام ده من القلب دلوقتي عشان إحنا نفسينا كلنا نتفرج على دوري نتكلم فيه عن الكورة وبس نقول الفرقة دي لعبة النهاردة بطريقة فلانية النهاردة الفرقة دي ما كيتشي كويسة فنيا اللاعب دوت كان هايل اللاعب دوت كان نقصه شوية حاجات الفرقة دي بدنية ما كيتش جاهزة الفرقة دي تفنية كان عندها مشاكل في الخطة نتكلم في الكورة ده الطبيعة اللي بيحصل في العالم كله فرصة وإحنا بدقين موسم جديد موسم بالبلد على نظافة نخليه حلو نخليه حلو ونستمتع بيه يعني ما نفعش تيجي تقول لي إيه لا لا الدوري المصري يا كريم مليان مشاكل المكلمة على الناس اللي بتشارفة عندها سوابها مدربين ولا إدارات ولا لعبين لا لا إحنا عندنا مشاكل كتيرة قوي والدوري المصري دوت إحنا بعيد قوي عن اللي بيحصل فين وفين وفين وإنت أصلا اللي بتعمل المشكلة إنت كمسؤول ولا كمدرب ولا كلاعب إنت اللي مبوز الدوري ويجي حد يقول لك إيه فيه اتنين مظلومين في الحكاية بتاعت الدوري دي دايما اتنين مظلومين أو في الكورة المصرية أو في المنظومة بشكل عام اتنين مظلومين جدا دايما شوفهم مظلومين الأول الأول اللي مظلوم جمهور الكورة يقول لك لا لا الجمهور والاحتقان اللي في الشارع والناس اللي على السوشال ميديا والناس اللي بتعمل مش عارف ايه الجمهور دايما هو رد فعل انت بتبقى الفعل كمسؤول اداري او مسؤول فني مدرب او مسؤول كلاعب كل دول مسؤولين انت اللي بتشحن الجماهير انت انت مش جمهور مش حول لوحده فما تشحنش الجمهور انت لما تلعب كرة وبس الجمهور هيكلم في الكرة وبس بساطة طيب ده اقول واحد مظلوم تاني اللي مظلوم اي حد بيشتغل في الاعلام يقولك اصل الاعلام الرياضي يسير التعصب ويسير مش عارف ايه الاعلام الرياضي بينقل خبر بينقل احداث يعني لو الاحداث هادئة هيخترع احداث فيها اخناقة لو الاحداث هادئة هنتكلم في الامور الهادئة دي ونخلي شكلها حلو عشان نتشاف وتبقى الدنيا جميلة وده الاعلام وتبقى الحياة كاتشي ولذيذة وكل حاجة بس وحنا نتكلم في الكرة عادي مع الكرة برضو الناس معال في الاصل الناس الفرج عالكورة فهنتكلم في الكرة مش هنتكلم في الخلايات بس انت بتعملش اخناقة عشان ما بقاش انا مضطر كاعلام مضطر مضطر اقول ان كان في اخناقة النهاردة في الملعب ومين ضرب مين ومين زعل انا بنقل اعمل ايه يعني فتيتقولي اصلا انت اللي بتصير التعصب مش انا يعني كل الناس اللي بتشتغل الاعلام هو بينقل الصورة اللي بتحصل صورة نظيفة هينقلها نظيفة صورة فيها بعض الشوائب هينقل الشوائب للأسف فخلونا تشتغل وجربونا جربونا كجمهور وكناس بتشتغل في الاعلام جربونا خليه كنتوا اللي بتشتغلوا في الكرة جوة الكرة بقى المدربين واللعبين والاداريين اشتغلوا بشكل نظيف وشوفوا بعد كده ردود فعل الناس كجماهير او كاعلام ببساطة شديدة